تظاهر لالافو في العاصمة الصربية بلغراد للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية التي أجريت الأسبوع الماضي وفاز فيها الحزب التقدمي الصربي الحاكم وصفها مراقبون دوليون بأنها كانت أي الانتخابات غير عادلة وشابه العديد من المخالفات ردد المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة وهتافات تتهم رئيس البلاد أليكسندر فوتشيتش بسرقة هذه الانتخابات استخدمت الشرطة الصربية رذاذ الفلفل خلال محاولة طرد المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى البلدية في بلغراد حيث يوجد مقر لجنة الانتخابات المحلية اشتركوا في القناة